موسيقى اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من أهل القرآن الكريم أهلك وخاصتك يا رب العالمين وبعد قوله تعالى وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مسواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجل ذي المحسنين في المحطة الثانية في حياة يوسف عليه السلام لقد وصل إلى القصر من البئر لكنه وصل إلى القصر في مصر عبدا بيعاب دراهم معدودة المحطة الأولى ليوسف عليه السلام كانت انتقاله من بيت أبيه يعيش في كنفه في حنانه في حمايته إلى أن يكون وحيدا في غيابة الجب هذه المحطة الأولى المحطة الثانية كانت نقلته من البئر إلى القصر في مصر ولكن عبدا بيع عبدا بدراهم معدودة ونحن عندما نقول بيع عبدا ليس بقصد التحقير ولكن بقصد التوصيف وهذا من هوان الدنيا على الله كما قال صلى الله عليه وسلم إن من هوان الدنيا على الله أن رأس يحيى أبن زكريا حمل إلى بغيا من بغايا بني إسرائيل لو كانت الدنيا عند الله لها قيمة لما أهين فيها أنبياؤه وأولياؤه ولكن الدنيا عند الله لا قيمة لها ربما يهان فيها أتقى الأتقياء وربما يكرم فيها أفجر الفجار وأشقى الأشقياء لا قيمة لها عند الله هي دار ممر ربما يحدث فيها أشياء خلاف المنطق وخلاف العقل وخلاف الشرع نعم ولكن يوم القيامة هو يوم الحق وساعة الحق ولا يحق فيه إلا الحق فهذه الدنيا من هوان قدرها على الله أن يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم بيع عبدا بدراهم معدودة بثمن بخص إبراهيم خليل الرحمن ألقي في النار يحيى أبن ذكرية قتل وحمل رأسه إلى بغية من بغايا بني إسرائيل سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وضع على رأسه وهو ساجد ثلى جذور يعني أمعاء جذور أي بعير قان قد زبح هذه الدنيا لا تأبه لها قال أحد الفضلاء عتبت على الدنيا لرفعتي جاهل وخفض لذي علم فقالت خذي العذرة عتبت على الدنيا لرفعتي جاهل وخفض لذي علم فقالت خذي العذرة زو الجهلي أبنائي لهذا رفعتهم وذل علمي أبناء ضرتي الأخرى أنا أكرم أبنائي أبناء من؟ الجهال الفسق الذين عاشوا عبيدا للدنيا لهذا رفعتهم وذل علمي أبناء ضرتي الأخرى ولذلك لا تهتم لأي شيء يجري في الدنيا أنت كنت قياً كن مستقيماً وهذه الدنيا يجري فيها أشياء كثيرة عجيبة لأنها دار ابتلاء أما في الآخرة إن أكرمكم عند الله أتقاكم في الدنيا قارون من أغنى الأغنياء مع أنه فاسق فاجر لكنه في الآخرة سيصيح ما أغنى هلك عني ماليا هلك عني سلطانيا فرعون في الدنيا قال أنا ربكم الأعلى لكن في الآخرة لمن الملك اليوم لا يستطيع أحد أن ينبث ببنت شفا فيجيب الله ذاته لله الواحد القهر نعم إذن وصل يوسف عليه السلام إلى مصر إلى قصر فاخر إلى سيد عظيم الشأن وقال الذي اشتراه من مصر ولاحظوا هنا الحبكة القصصية أو الحبكة خليون الدرامية وصل إلى مصر واشتراه أحد كبار رجالاتها لكن الله هنا لم يفصح عن هويته وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرم مسوى لم يفصح عن هويت هذا الرجل إلا عندما جمعت زوجته النسوة وقالت امرأة العزيز شوف موضوع التشويق في القصة شخصية مجهولة لكنها عظيمة القدر اشترت لكن من هو لم يفصح عنه إلا بمرحلة لاحقة الشاهد هنا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرم مسوى على خلاف عادة الناس في ذلك الوقت في معاملة العبيد الأصل في العبيد أن يستخدموا للخدمة والأعمال الشاقة وأن يهانوا ويحتقروا وأن يعاملوا معاملة دونية لكن يوصف له شأن عند الله فجعل الله الذي اشتراه يقول لامرأته والتي هي مشرفة على شؤون البيت أكرمي مسوى والمسوى هو مكان الإقامة أي اجعل إقامته عندنا في غاية الإكرام انظر هنا مراتب ما قال لا تهينيه لا تكلفيه ما لا يطيق ما قال لها أحسن إليه قال أكريمي مسوى اجعل حياته في غاية الإكرام فبعد أن نبذه إخوته إخوته أبناء أبيه نبذوه في البئر وحيدا فريدا يعاني ما يعانيه وتخل عنه جاء رجل غريب وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مسوى ربما تكون أنت بين أهلك مهانا وعند الغرباء معززا مكرما هذا الذي حدث مع يوسف وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكريمي مسوى طبعا هذا الذي فعله هو لغاية دنيوية ليس لوجه الله هذا ليس مؤمن عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا هذا الهدف الذي حطه هو في إدماغه عسى أن ينفعنا عندما يصبح شابا يحمل عننا الأعباء أو ربما نعتقه ونتخذه ولدا بالتبني وهذا أمر معروف عند كل الأمم السابقة وحتى كان في الإسلام في أول الإسلام مشروع التبني عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا المهم أيًا ما دبر البشر وكذلك مكننا ليوسف نحن جعلناه يأتي إلى مصر فورا إلى قصر من أعظم القصور فيها في كنف رجل من أعظم رجالاتها وكلمة العزيز وسنأتي عليها بمعنى كبير الوزراء الرجل الذي يأتي بعد الملك مباشرة صار يوسف هناك من قاع البئر إلى تاني أكبر قصر في مصر وكذلك مكننا ليوسف قضية التمكين يا أخوانا قضية ليست بيد أحد إلا الله مكن ليوسف في أرض مصر وإن كان الآن في هذا القصر عبدا سيغدو غدا في هذا القصر مالكا وملكا وكذلك مكننا ليوسف بدأ أول طريق التمكين في الأرض ولنعلمه لم يعد غريبا في مصر أصبح في كنف تاني أقوى رجل في مصر ولنعلمه من تأويل الأحاديث أي الرؤى والمنامات والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون الدرس الأعظم والدرس الأكبر في هذه القصة هي هذه الحكمة والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون والد يوسف أكرمه ودلله وعاش معه في عيشة رخاء ورفاهي ونعيم هذا أراده الوالد لولده إخوة يوسف حسدا أرادوا به مكرا وإبعادا عن وجه أبيه إما أن يقتلوه أو يطرحوه أرضا ثم ألقوه في غيابة الجب أصحاب القافل الذين وجدوه اعتبروه غنيما وباعوه عبدا هم يدبرون هم يخططون لأمور معينة ولكن الذي سيغلب هو أمر الله والله غالبا على أمره أنا أريد أنت تريد ولا يفعل الله إلا ما يريد بوسائل ما نريد يعني نحن نظن أننا ندبر لأنفسنا نحن عمليا ندبر لينجح تدوير الله ما كلنا في يدي إلا إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل وتوكل عليه إليه يرجع الأمر كله ليس لأحد أمر مع أمر الله ليس لأحد إرادة مع إرادة الله ليس لأحد قدر مع قدرة الله هو الله غالبا على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وهذا نراه في حياتنا ولكن هل من معتبر رأيناه في التاريخ كثيرا في قصص القرآن كثيرا أرادوا إحراق إبراهيم لكن الله قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم أي الأمرين غلب أمر الله لذلك قال وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين مش السافلين الأسفلين هذا نبيي هذا وليي تريدون إحراقه وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين والله غالبا على أمره القصص التي نراها كم وكم وكم رأينا أناس ما توالدهم فأراد الإخوة الزكور أن يستحوزوا على أنفس ما ترك من الأموال المنقولة وغير المنقولة وأعطوا الإخوة البنات لضعفهم أراضي بعيدة سبحان الله سنوات قليلة تم تخطيط الأماكن البعيدة للبنات فأصبحت من أغلى العقارات وتم تغيير الصفة العقارية لأراضي الزكور فأصبحت في أدنى قيمة أردتم أن تغتنوا وتفقروا أخواتكم وخالفتم شرع الله في العدل والله غالبون على أمره فأغنى البنات وأفقر هؤلاء الظلمة عندنا شخص شاب تقي عفيف فيما نعلم وطالب علم سبحان الله عندما ذهب إلى الخدمة الإلذامية قذف به في قطعة من قطعات الجيش يعني شديدة الوطأ على المنتسبين إليها وكان عندهم جار ضابط كبير في قطعة أخرى من قطعات الجيش هي أسوأ من التي ذهب إليها تبه لذلك لم يكلموه أنخذ ولدنا إليك لأنهم يعلمون أن هذه القطعة سيئة جدا سبحان الله خلال أيام معدودة غضب عليه الضابط في قطعته فحوله تأديبيا إلى تلك القطعة السيئة فإذا به يأتي تحت إمرة الضابط الذي هو جاره فعاش أفضل خدمة إلذامية يعيشها إنسان في حياته حولوه إلى تلك القطعة تأديبيا ليهينوه ليذلوه لكن الله أراد أن يحوله نجح أمرهم في التحويل لكن لم ينجح أمرهم في الإزلال فإزلالهم له كان سبب إعزاز الله له فالتحويل واحد لكن القلوب في يدي إن لا والله غالبا على أمره موسى من رباه فرعون وخرج نبيا مرسلا من أولي العزم من الرسل والله غالبا على أمره وهو هنا قال عسى أن ينفعنا أن نتخذه ولد وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالبا على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين هذه الآية مر مثلها تماما بإضافة كلمة واحدة على سيدنا موسى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين سبحان الله ولما بلغ أشده قلنا أن يوسف وصل إلى مصر بنفس الأيام التي ألقي فيها في الجب يعني على أكبر تقدير كان عمره 12 سنة كم؟ 12 سنة وقيل أقل هنا ربنا سبحانه وتعالى طوى حوالي عشر سنوات من القصة قال ولما بلغ أشده زي ما بيعملوا لك بلا تشبيه بالمسلسلات ثم بعض مضي عدة أشهر هنا مضى عدة سنوات لم يذكر الله كم ولكنه قال ولما بلغ أشده أي جاوز مرحلة الطفولة والصبا وأصبح في قمة مرحلة الشباب هلأ كم هو الأشد؟ بعض العلماء قالوا هو سن البلوغ وأظن أن هذا فيه شيء من البعد لأن ربنا في القرآن لما أراد أن يذكر البلوغ قال حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رجدا إذن بلغوا النكاح هي سن البلوغ ومع ذلك ليس البلوغ هنا هو الذي يعطيك القدرة على رد أموال اليتيم إليه إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رجدا إذن القضية فيها إضافة على سن البلوغ بعض العلماء قالوا هو سن الثالث والثلاسين الواحد بالثلاثة وثلاثين بيكون في أشد مرحلة الشباب وبعضهم قال أربعين وبعضهم قال اثنين وعشرين المهم ربنا سبحانه وتعالى قال ولما بلغ أشده أي قمة الشبوبية والصحة والجمال والقوة هو القدرة على السعي ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما الحكم قيل فيه أربع أقوال الحكم بمعنى الولاية والسلطة وهذا حدث مع يوسف اجعلني على خزائني الأرض وأصبحت بيده كل الأمور في مصر آتيناه حكما بمعنى الحكمة والحكمة هي الإصابة في القول والعمل الحكمة هي أن تفعل ما ينبغي وقت ما ينبغي على الشكل الذي ينبغي يعني أن لا تقول أنت أو من ينظر إليك بعد الفعل ليته فعل كذا لكان أفضل تفعل قمة الصواب وقيل الحكم هنا بمعنى الرؤية الصحيحة التخطيط الصحيح والفهم الصحيح للأمور أحيانا الإنسان يكون حكيم لكن ما عنده رؤية بعيدة ربما يخطئ في قرار استراتيجي ربما 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 وقيل الحكم هنا بمعنى قلنا الحكم بمعنى الحكم السلطة والولاية قلنا الحكم بمعنى الحكمة والعقل الحكيم قلنا الحكم بمعنى الرؤية الصحيحة والواضحة وهذه قال عنها ربنا في موضع آخر ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلم نعم أما العلم هنا فهو الذي قال الله عنه ولنعلمه من تأويل الأحاديث وهو علم النبوة والشرائع إذن هنا إشارة إلى أنه الآن قبل فتنة امرأة العزيز أصبح يوسف نبيا لأنه بعد هذه الآية مباشرة قال وراودته التي هو في بيتها إذن لما بلغ أشده إذن نحن نتحدث أقل شيء عن سن العشرين تنين وعشرين إلى تلاتة وثلاثين آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين هذه الخاتمة للآية جعلت هذا الكلام ليس وقفا على يوسف أو موسى وإنما قاعد عامة كن محسنا يؤتيك الله الحكمة والعلم والإحسان مع الله كما جاء في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والإحسان مع الخلق أن تكون رحيما بهم رفيقا بهم لطيفا معهم يعني حسن الخلق إذن كن محسنا يؤتيك الله الحكمة الحكمة والعلم لذلك ربنا عممها وجعلها قاعدة وكذلك نجزي المحسنين كما أن ربنا قال عن يونس عليه السلام فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين يعني هذه ليست خاصة بيونس كل من وقع في مثل موقفه فقال مثل قوله بقلب كقلبه نجيناه مثله فعمم الله هناك عمم قال وكذلك ننجي المؤمنين وهنا عمم وقال هذه قاعدة ليس فقط ليوسف أو لموسى وإنما للجميع وكذلك نجزي المحسنين اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين الفاتحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة